كريبتو دوت نت بانت ليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها ومتخصصة في إدارة المحافظة الفي اي بي عن بعد وإزاي إن إحنا نقدر نوقف نزيف المحافظة الخاصة بتاعتك بدون ما ناخد منك باسورد بدون ما نعمل ربط للمحافظة بدون أي معلومات كاملة عن حساباتك فقط لو محافظتك أكبر من 8000 USDT عندك أي نزيف في المحافظة أتترددش إنك تاخد الرقم من صندوق الوصف تتواصل معنا عن طريق الواتس عشان تقدر توقف نزيف محافظتك ونقدر نفيدك عن طريق الستيكينج اللي بيقدر يجيب لك من رأس المال شهريا من قيمة 5 ل 10 ل 25% حسب تنوع المنصة بتقدر تخش اكتابات بتقدر توصل ل 10x و 50x أيضا وفي نفس الوقت بيكون معاك دعم دائم متوفر بالمحافظة الخاصة بتاعتك فلو محافظتك أكبر من 8000 USDT بتقدر تتواصل معنا بيكون طريقة الاشتراك عن تزديد 3000 USDT بتدفع مقدما وبيكون تقسيم الربح 40% ل 60% 40% من الربح لينا و60% للمحافظة اللي بيكون مشتركة معنا أما لو محافظتك أقل من الرقم ده فتقدر تاخد من صندوق الوصفة أيضا اللينك الخاص بقناة التليجرام المجانية اللي بنقدم فيها مدربات تقدر تساعدك إنك تحقق أرباح المدربات بيكون مجانية تعالوا النهاردة نشوف الحلقة المهمة اللي هنتكلم فيها بإذن الله وبنرحب ب7630 مشترك في القناة تدونا دعمهم ونتمنى إنك تكون مشترك في القناة وتفعل الجرس لو حضرتك جديد النهاردة حلقة مهمة في الجن القهوة الورقة والقلم تركز معايا انتظرونا بعد الفاصل بالطبع الصورة اللي أنا واخدها دي على طول دي حاجة أنا واخدها قبل ما نبدأ الحلقة الصورة دي من المنصة اللي احنا بنعمل عليه اكتتاب العملة دي عملة مهمة جدا مفروض كمان خمسة أيام بالزبط من حاليا وساعتين تبدأ فيها اكتتاب مهم العملة دي عملة منصة مهمة المفروض إن بعد الاكتتاب بتاعها تقدر إنك تستفيد منها في حاجات كتير من أول شيء من الساعة لأنك أول لما تبدأ اكتتاب بيها بتكتب بأرقام بسيطة جدا جدا لو أنت مهتم بس تكون محفظتك أكبر من 8000 USDT تقدر إنك تتواصل عن طريق رقم الواتس وتنضم معانا وتقدر إن احنا نساعدك في أول حاجة وقف نزيف لو عندك محفظتك فيها نزيف وتقدر إنك تربح بإذن الله يعني لا يقل عن 400% من قيمة المحفظة الخاصة بتاعتك مجرد طرح هذه العملة على المنصة المفروض إنها تنزل على جيت.io فلو أنت عندك محفظة أكبر من 8000 USDT تقدر إنك تتواجد معانا تواصل عن الواتس نقدر نشرح لك كل شيء بالتفصيل كيفية الاختتاب إزاي تقدر تحقق العشرة والخمسة والخمسة وعشرين في المية من قيمة المحفظة بتاعتك ستيكينج كل شهر بتاخده غير الاختتاب اللي بتقوم بيه غير قيمة الربح اللي تقدر توصل لربعمية المية من قيمة محفظة بإذن الله فلو مهتم تقدر تتواصل معانا ونقدر نشرح كل شيء مع بعض عاربا نتكلم في البيتكوين ونشوف إيه هو الهبوط اللي ممكن يحصل معانا خلال الساعات اللي جاية بإذن الله ورجعنا لكم جديد ونشوف أحوال السوق بتاعنا عامل إيه والنهاردة فيه تحركات كده كتير عايزين نقراها مع بعض لازال بالنسبة لنا يعني السيولة اللي موجودة في السوق بتريليون سبعمية وتمانين مليار تلتمية وبعا وستين مليون متين واثنين ألف دولار أما بالنسبة للتحركات اليومية فإحنا بنتكلم في ستة وتمانين مليار ستمية سبعة وخمسين مليون تمنمية وواحد ألف دولار أمريكي بنيجي نشوف الاستحواز الخاص ببكوين لازال على اتنين واربعين بوينت واحد وستين والإيسيريوم في لازال يعني بنكلم في سبعتاشر بوينت تسعين وده رقم لازال قليل بالنسبة للإيسيريوم والتحدثات المفروض اللي احنا داخلينا عليها أما عدد العملات الرقمية فهي 18164 عملة رقمية نيجي نشوف البيتكوين كده إيه اللي بيحصل فيه سريعا أنا خدت في البيتكوين دلوقتي الشمعة الديلي يعني يوم فإحنا عايزين نقول إحنا كده وصلنا هنا يوم سبعة ثلاثة بعد كده وصلنا للسبعة وثلاثين خمسمية تمانية ثلاثة وصلنا لغاية التسعة وثلاثين جربناها وانزلنا تاني ولكن في يوم تسعة ثلاثة عند التسريب اللي حصل الخاص بالخزانة الأمريكية صعد السوق لغاية لما وصل لتنين واربعين ألف ستمية تمانية وتسعين ونزلت الشمعة تاني ورجعت تاني عند التمانية وترتين ألف ربعمية فارجعنا تاني موجودين في نفس المكان الهبوط ده يا جماعة اللي جيه بالنسبة لنا هنا ده هبوط جيه لان المستثمريين كانوا منتظرين حاجات كبيرة جدا من من التقرير اللي يطلع بتاع بايدن ولكن الصعود كله اللي طلعناه نزلناها تاني ولازلنا حاليا بنعدل وبنحاول تاني نرجع ان احنا نختبر الأربعين ألف طيب تعالوا بقى نبص كده على الشرط الساعة ايه اللي بيحصل دلوقتي الشرط بتاعنا الوان أور زي ما انتو شايفين كده بدأنا نرتد من على خط التمانية وتلاتين خمسمية تمام ارتداد كويس بدأ يطلع اختبرنا الأربعين نزلنا ودي شمعة الساعة بنختبر دلوقتي الاربعين اهو تاني للمرة التانية لو قسرناها وكملنا هنكمل ونطلع صعود بإذن الله ولكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا ليه أنا يعني بقول ان التقرير بالطبع طلع من من أمريكا اعتراف بان في حاجة اسمها سور عملات رقمية اعتراف ان احنا ما نقدرش نخفي استثمارات وصلت للتلاتة تريليون دولار آآ كلام كبير جدا آآ في التقرير الخاص ببايدن ان بيتعدى 40% من الامريكان بيشتغلوا في الانفستمنت في العملات الرقمية التقنين وده بحد ذاته حلو وجميل بحيث ان ما يبقاش فيه طريق الاتجاهات سيئة بالتعاملات المالية وكل الكلام ده كله فكل الامور دي كويسة ولكن اللي خلس سوء ياخد ارتداد ونزول تاني بعد كده هو ان ده محتاج على المدى المتوسط يعني اما كانوا متوقعين هيحصل قنبلة يعني يطلع الموضوع ويطلع بكل مئة الف بعد التقرير ده طبعا ده ما ينفعش مش هو ده الصح يعني او مش هو ده اللي بيحصل انما ده لسه على المدى ولكن وصلنا لمرحلة جيدة وده ادى للهبوط والتصحيح تاني من الثمانية وتلاتين الف خمسمية بدأنا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نختبر الاربعين ولكن اظن 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 اني فيه عندنا لو خدنا شرط التاني اديلي فيه عندنا هبوط جاي الهبوط ده مفروض ان يبقى مرتكز على الاربع وتلاتين الف دولار تلاتة وتلاتين الف دولار المهم اني ما اكسرش ال تلاتين الف دولار ليه بقى الهبوط اللي جاي ده لا اني متوقعين تقريرين مهمين واربع ديوم ستاشر واربع تاشر باذن الله مارس وانا شايف ان اتجاه السوق واتجاه هيبقى يعني اتجاه لازال ايجابي حتى الان عشان ما نبقاش برضو نقول كلام مش مظبوط فالاتجاه ايجابي في السوق حتى وبما اني الانتجاه ايجابي في البيتكوين ففعلي احنا هنلاقي ان السوق هيبدأ يتحرك ولكن انا شايف اني لازم يكون فيه تصحيح شديد جدا في السوق من بعد التصحيح ده نقدر حقيقي نختارك ونعدي الستين والسبعين ونعمل all time high بإذن الله فلذلك عايز برضا اقول يعني للمستثمرين او الناس اللي بتهتم بالاستثمار ارجوك اخلي بالك احذر احذر ما تتغرش ما تشتريش وانت شايف الناس كلها بتجري ورا اللون الاخضر اشتري في اللون الاحمر لو عايز تكسب ويبقى معاك فلوس اشتري في اللون الاحمر ما تجريش ورا العملة وقف عند الدعوم المزبوطة واشتري العملة من المكان اللي انت عايز تشتريه منه العملة بتاعتك تعالوا بقى نبص كده على العملة مهمة انا عايز اتكلم معاك وعليها بعد ازنكم العملة اللي انا عايز اقول لكم عليها عشان عندي اسئلة كتيرة هي عملة القادة تمام وعايزين نقول ان القادة كانت في يوم الايام كانت بتلاتة دولار يعني من ايام قريبة ولكن في الوقت الحالي عملة القادة بتواجه يعني شغل كبير جدا 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 في الهبوط الحاد اللي انتوا شايفينه لدرجة انها وصلت يعني لتسعة وسبعين سنت فكل الاسئلة اللي بتجيني على عملة القادة هل هي هترتفع هل هيحصل ارتداد هل هيحصل اي حاجة انا شايف ان بعد انفصال بعض من فريق العمل الخاص بالعملة والانسحاب شايف ان العملة بتتجه فقط للانهيار فارجو من اي حد بيفضل ان هو يستثمر رغم ان القادة كان يعني مشروع كبير ومن العملات المهمة في الترتيب كمان عندنا يعني في الماركت بتاعنا ولكن لازم برضو زي ما احنا بقول يا جماعة ان نبقى مهتمين وعارفين احنا بنفكر في ايه وايه هو المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ودايما لما يبقى رأس ملك كبير يعني اكتر من الثامن تلاف وانا بأكد على الثامن تلاف دايما تمام كده يعني اكبر من الثامن تلاف يبقى لازم حد معاك عشان ما تلاقيش فلوسك كلها ضاعت عليك الشخص ده لازم تبقى واصق فيه يعني حد اي شخص تواسق فيه مش شرط يبقى القناة بتاعتنا انت عايزت تبقى معاك استشاري احنا ممكن يعني نساعدك لو انت هتاخد رقم الواتس بتاعنا هتلاقيه موجود في الديسكريبشن تتواصل معنا ونقولك عالطرق ازاي تدير محفظة وازاي تعمل منها الربعمية في المية تفضل الله الاول ولكن ماينفعش معاك مبلغ تضيعه في الهو يعني عملة زي القادة دي لو انت شاري من الثلاثة دلار تفتكر هترجع ثاني انت خسرت تلتين المحفظة بتاعتك ويمكن اكتر من تلتين لانه خلص دخلنا في تسعة وسبعين يعني انت خسرت مية وعادل سبعين في المية في عملة واحدة بس وعملة من العملات كانت الريادية فلذلك دايما بيكون عندنا ومعلومات سباقة على اساسه بيقول الناس في حصل مشكلة في عملة كزا لا لازم نمشي منها لازم نطلع في التوقيت ده هنا نبيع هنا نحط دعم لا هنا نشتغل انت لوحدك مش تقدر تدير بالطبع منظومة زي كده انت بتمشي على مجموعة فيديوهات مجموعة جروبب بتعمل اي توصيات وخلاص بالطبع هي بيستفيد منك وانت اللي بتضيع فلوسك في اي حاجة انت بتشتغل عليها فعملة ادا انا ما برجحش اي شخص في الوقت الحالي الدخول فيها خالص واتجه لعملات يبقى فيها ثقة وعملات بتتجه الى الارتفاع ويبقى مشاريعها مزبوطة ولازم لو عملة بتعتم بيها لازم تراجع الويب سايت بتاعها دايما وتتصل عن طريق التيم سابورت واللي هما الخاصين بالعملة تتواصل معهم دايما تخلي عندك تليجرام الخاص بيهم التويتر عشان تقدر تعرف دايما ايه هي الابديت ايه اللي بيحصل واتجاهك فانهي اتجاه بالزبط حلقة الجمعة يعني اتمنى انها تكون حلقة بسيطة وسهلة خلي بالكم من البيتكوين ركزوا في زيارة ممكن تكون لل 34000 وقت قريب وانا تمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون افضل لنا في الارتفاع باذن الله ونكتاز الولتايم هاي تاني وكل السوق يتجه في اتجاه جيد باذن الله دمتم في رعاية الله وامنه وكنتم مع قناتكم كريبتو بنتليمان قناة مدخصصة في سوء العملات الرقمية وادارة محافظة الفي اي بي عن بعض واتمنى جمعة طيبة لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبتو دوت نيب بيبتان عالم تنخل احتراف العملات الرقمية